تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زاي دالن هيان رئيس الدولة حافظه الله رسالة خطية من فخامة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتضمن دعوة سموه للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في مجلس قص البحر معالي محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها